السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بافكار كندية وان شاء الله حيكون عندنا فكرة مشروع النهاردة فكرة المشروع دي فكرة مشروع من البيت وفكرة مشروع اونلاين فكرة المشروع النهاردة اللي هي من البيت او اونلاين اه بداية اه حوصفها بالراحة كده الاول بعد كده انتم حتقيه هنشوف الديتيلز ان شاء الله فكرة المشروع النهاردة معتمدة على مش معناها اللي زي ما انتم شايفين في الويبسايت اللي انتم شايفينها قدامكم دي مش اه ان انا اعمل اكل واودي للناس لأ طبعا ان انا اعمله اكل واودي للناس او وبيع للناس دي فكرة موجودة في مصر كل الناس بيعملوها وما فيهاش اه اختراع وطبعا ما شاء الله فيه ستات كتير بيتعملها سواء اكل طبيعي او سواء حلويات او 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 كل واحدة حصل مهارتها الفكرة النهاردة مختلفة تماما الفكرة اه عبارة عن ايه ان انا مثلا عندي ويبسايت زي ما احنا شايفين كده او عندي فيسبوك او عندي اي موقع سوشال ميديا سوشال ميديا يعني تويتر او انستجرام او اي من الموقع سوشال ميديا دي بعمل عليها اه انزل انا فيديوهات لوجبات من ناس تانية يعني انا مسلا عجبتني الوجبة دهية هنزلها على الووبسايت بتاعي او الفيسبوك بتاعي عجبتني واجبة تانية هنزلها على الفيسبوك بتاعي عجبتني واجبة تالتة هنزلها على الفيسبوك بتاعي تمام اه الهدف ان انا نزل الوجبات ايه الهدف ان انا نزل الوجبات ان الناس هتعجبها الوجبات دي. بس كاي ست بيت عندنا في مصر او ستات كتير مشغولين وستات بتشتغل هي مش حايزة تنزل تلف في السوق وتشوف المكونات بتاعت الوجبة ايه? وعشان تشتريها احنا ساعت بنكسل كتير لما نلاقي المكونات مش عندنا في البيت فما بنعملش الايه الوجبات دي. فاللي هيعمل الوبسايت آآ اماجين كده او الفيسبوك بيتش هينزل الوجبات فيديو. آآ جيت انا طلبت منه المكونات بتاع الوجبة دهيت. فكل اللي هو هيعمله هيبعت باكس آآ صندوق في المكونات بتاعت الوجبة اللي هو اختارها. الوجبة اللي هو بيبعتها سواء بيقول الشخص اللي بيطلب ان هو عايزها لشخص او عايزها لشخصين او اللي عايزها الاربع اشخاص او اكتر. فهو بيشوف الكميات اللي هو المفروض يبعتها. يعني اللي هو هيبعت فيه الوجبات دهيت هيبعتها بالجرامز. بالجرامز. وانا هكتب الموقع اللي هو اللي انا حطى فيه الفيديو ده هوت صورة الفيديو ده هوت. لانه هو كل الوجبات بالجرامز. يعني مسلا ميتين جرام من الرز على آآ ميت جرام من اللحم على آآ خمسين جرام من السوس على على على. كل ده آآ بيكتبوا اساسا في وصف الفيديو. ان 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 الاكلة الوحدة. الشخص واحد هتكلف كزا جرام كام جرام. وحد تبقى بالجرامز وفيها كام كالوريز او مش لازم يكتب كام كالوريز بس الفضل ان هو يكتب كام كالوريز. ويكتب ان هو لو عايز الشخص اللي بيطلب آآ لو عايز لشخص او لشخصين او اربع اشخاص او او كده. طيب آآ الموضوع ده ماشي جدا جدا هنا. لان هو هنا بكل اللي بيعمله ان هو بيجهز الميل في كارتونة كاملة. يعني انا مثلا عجبني ميل فيها آآ اللي هو مثلا اللي هو الفراخ اللي هو بالكيري الهندية. فكل اللي هعمله في الفيديو ان انا هطلب من الممول اللي هو انت آآ انا عايز الكارتونة اللي فيها مكونات الوجبة دهية. فبيبعتلي آآ روز وشوية الفراخ بالجرامز. وآآ الكاري سوس. الكاري سوس اللي هو الاساس الوجبة دهية. ولو فيه حط صلط او كده بيبعت بالجرامز كل الحاجات دهية. طبعا المشروع ده مربح جدا لان اللي بيجيب الامكانيات دي بيجيبها كلها بالجملة وبيبعها بالقطاعي زي ما نشايفين. فهو بيجيب بالجملة الخضار على بعضه. اللحم على بعضه. الرز على بعضه. وبيبيع بالجرامز اللي حسب الوجبة للشخص اللي عايزها. وطبعا هو حيبه مربح اكتر واكتر كمان آآ لي ان لو هو عمل آآ اسعار معقولة. يعني هو حيشوف المادة الخام اللي هو اشترى بها كام. وبيحسب التوصيل وبيحسب آآ اللي هو تعبوه. في الوقت ده. فالموضوع برضو بيبقى قريب من واحد كأنه آآ راح مطعم واشترى الوجبة دهيت آآ بتكون اقل كمان من راح مطعم واشترى الوجبة دهيت. لانه هيكون الحاجة نظيفة وجايبها من البيت وفي نفس الوقت آآ اقلب كتير من ان هو يروح مطعم وياكل نفس الوجبة دهية. آآ الموضوع ده ماشي جدا جدا هنا. ومعتمد على الناس اللي قاعدة في البيت لوحدها. لان في شباب كتير وبنات في الجامعات بيبنفسهم يكلوا وجبات حلوة ومش عارفين يبتدوا ازاق او يلفوا في السوق عشان ياخدوا الوجبة دهيت. فآآ او يجيبوا المكونات دهيت لان يا جماعة آآ ستات كتير يقول لك طب انا هجيب صص آآ مش هستعملوا الوجبة واحدة حرام. اشتري الصص ده كله ده غالي. فانت بتبعت الصص مثلا او التوابل في صغيرة جدا. آآ على قد الوجبة بس. فبالتالي انت بتريح الناس اللي بيشتروا منك لان هو مش عايز يشتري اكتر من الصص ده او التوابل دي للوجبة دي بس. وخلاص وبعد كده هو مش هيعملها تاني وحيدخل على الوجبة تانية. فالموضوع ده مربح جدا للناس اللي هي آآ زي ما بنقوله عايشها لوحدها لطلبة الجامعات. يعني لو واحد فتح الموضوع ده وعمل آآ استهداف آآ في الاعلانات لطلبة الجامعات اللي عايشين لوحدهم في المعسكرات اللي هناك وهنا وهنا وهنا. للشباب اللي قاعد لوحده. آآ لستات البيوت العاملة. للناس اللي عندها عزومات وبتبع عندها عزومات بالليل وبتبعاش عارفها تعمل ايه? فبتبع عايزة تعمل ابتقار ووجبات جديدة. فده بيبقى جميل جدا ليها. فالموضوع كله اولا ما فوش تعب من صاحب ايه المشروع? لان هو كل الشغل اونلاين. آآ اللي بيختار الوجبة بيدخل على الويب سايت او على الفيسبوك وبيختار الوجبة وبيبعت رسالة انا عايز الوجبة دي استعى كزا. طبعا مقونات الوجبة مش الوجبة. فبالتالي اللي هو صاحب المشروع ده مش بيدخل مطبخ تماما. هو بيجيب الحاجات اللي هي خاصة بالوجبة. وبيحطها في كاراتين وورق آآ جميل كده واشكال جميلة وفوم وحاجات لذيذة كده. وبعدين ايه? يرسلها لصاحب اللي هو هيقوم بالوجبة. آآ في نقطة كمان المشروع ده اتعامل منه كزا موقع هنا. يعني كزا موقع شغالين عليه هنا في كندا. وآآ في امريكا. لان ناس كتير بيبقى شباب وعادين لوحدهم وبقدروش يعني يشتروا الحاجات اللي هي خاصة بالوجبة. او بيبوش عندهم حتى افقار ان هما يعملوا الوجبة دهية. فانت بتسهل لهم العملية ان انت بتديهم الافقار. آآ صحيح بيتقول لهم كمان طريقة الوجبة في الفيديو. وطريقة الوجبة قاصة في الفيديو. آآ فده بيساعدهم جدا ان هما يدخلوا المطبخ ويعملوا الوجبات دهية. وزي ما بقول انت ممكن تشتري الحاجات بالجملة. فالفراخ واللحم وي 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 في التلاجة. آآ او الفريزر. آآ جينا هنا عندنا الخضار بنشتريه طازة كل يوم بيوم. والرز والمقارونات والصصات والحاجات دي ممكن تكون عندك باستمرار في المطبخ. فبالتالي خاصة كلها بالوجبات اللي انت عارضها اريدي في الفيسبوك او الوبسايت بتاعك. فاللو انت عارض في الفيسبوك او الوبسايت بتاعك كوجبات هي دي المقونات تكون عندك انت الخاصة بالوجبات دهية. المشروع ده كمان يربح اكتر واكتر واكتر لو وعملنا الاتي. آآ ان احنا ممكن نعمل وجبات رخيصة ووجبات غالية. يعني انا اعمل وجبات رخيصة ووجبات غالية في في الوبسايت فبالتالي التنوع حلو والناس كتير بتحب تجرب الايه الوجبات. تاني نقطة ان ممكن اعمل اللي هما الفيجيتاريان. الوجبات الفيجيتاريان بس. اجيب من الوبسايت ومن الفيسبوك ومن يوتيوب حنلاقي وجبات بالهبل للفيجيتاريان بس. انا خلاص اجيب كماتبة للفيجيتاريان وحطها لهم. وآآ اجهز لهم الكت بتاعتهم او الميل بتاعتهم في صندوق اللي هما هيتبخوها عندهم في البيت. فالفيجيتاريان مهمة جدا جدا وجبات الفيجيتاريان. الناس اللي بتاكن آآ خضار بس. كمان للرجيم. اللي عامل وجبات للرجيم. آآ طبعا هيكسب جدا جدا لان الناس اللي هما عاملين ررجيم مش عايزين يكلوا حاجة من البيت خالص. آآ ويبعد عن اكل البيت ودهون البيت. فهو بيكتب كل بيعمل وجبات للرجيم. وبيكتب بتاعتها. وطريقة الاستعماء. طريقة عمل الوجبة. فبالتالي لما واحد بياخد الصندوق في حاجات خاصة بالوجبة بتاعته بس. بيفرح جدا ان هو مش هيدخل في هدك. ان هو ياكل دهون اكتر او ياكل حاجات آآ على اكتر من ايه من البيت. آآ الكيتو. طبعا لو عملت وجبات للكيتو وزبطتها وحطتها برضو في آآ كت. آآ اللي هو صندوق. ودتها لي صاحب اللي هو اللي بيعمل وجبات الكيتو. فبياخدها وبيعملها على طول على النار. آآ فهو ده طبعا مهم جدا لان الكيتو بيتعبوا جدا عبما بيجيبوا برضو المواد بتاعتهم او الحاجة بتاعتهم. فوجبات الكيتو مهمة جدا. آآ برضو اي آآ اي نظام الجيم خاصة بالسعرات ممكن ننزل الفيديوهات الخاصة بيها. وازاي يعملوا. واجهز الكيت بتاعتي وابعتها. آآ برضو الوجبات الدسمة او الضخمة جدا اللي هما اللي بيبنوا عضلات. ممكن انا حطها من ضمن الوجبات بتاعتي. اللي هو اللي بتاع الجيم واللي بيبنوا عضلات بيبعزين وجبات ضخمة. ووجبات كلها بروتين ووجبات آآ قوية. فدي برضو ان انا ممكن انا نقين آآ نحطها في الوابسايت بتاعي او الفيسبوك بتاعي. هنلاقي ناس كتير جدا بتدخل على الايه آآ الوجبات دي وعايزة تشتريها. لان هو بصراحة آآ بيبقى اسهل عليهم ان هما يجيبوا الوجبة مرة واحدة. آآ ممكن وجبات للاطفال صحية. لان الامهات كتير بتتعب جدا جدا مع الاطفال بتاعتها. فبتبقى عايزة آآ واجبات صحية للاطفال. فلو حد دارس وجاب كام واجبة صحية الاطفال هيقدر ان هو يدخلها في الفيديوهات دهيت. وفي نفس الوقت الامة هتفرح جدا ان في واجبات خاصة بالاطفال ليها. فبتجيبها من من معاكم وياريت لو الوجبات للاطفال يعني هتقطعوا الجبنة على شكل دب تقطعوا العيشة على شكل ارنى. بالحاجات اللي هي اللذيذة دهية اللي بتجذب الاطفال وبتجذب الامهات. فبالتالي الامة هتطلب منك الوجبات دهية خصوصا آآ لو راحة نادي او راحة مكان فممكن تجهزوا الوجبات دي ليهم. فبيبقى اسهل عليهم وفي نفس الوقت كمان صحية. اهم حاجة تكون صحية. زي ما انا قلت الوجبات دي ممكن تكون لفرد. ممكن تكون عائلية. ممكن تكون لمناسبات. فبالتالي آآ شغلها كبير جدا. ده اللي هو هيمسك المشروع ده. هيدرسه كويس قوي. وممكن يسألني على اي حاجة فيها انا قدر آآ افيده فيها. لان هو هيقدر آآ كل اللي بيعمله انه هو بيعتبر موزع للمادة الخام اللي هيتعمل منها الوجبات. فبالتالي مفيش اجهاد منه انه هو يقف في مطبخ ومش هيقف في مطبخ خالص. ودي احسن ميزة في المشروع ده. تاني نقطة كمان اللي عنده كمان بقى لو فيه خدمة آآ تنظيف الخضار كمان يبدأ بونس. يعني لو فيه عندك آآ خضار آآ بالنسبة للمناسبات. لو حد طلب حاجة للمناسبات وعايزين مثلا خضار متنظف او حاجة متنظفة او كده بيبابونس زيادة لترتيب اللي هو الوجبات اللي انت بتوديها للناس ده. آآ اتمنى كون الفكرة وصلت لكم ولو حد مش مستوع بالفكرة يقول لي كل اللي انا بتعمله زي ما بقول ان انت بتجهز في كاراتين المكونات الوجبات اللي انت حطتها على الوبسايت او الفيسبوك بتاعك. آآ تاني نقطة الى وانت بتجهز في الكاراتين بتحط آآ بالمقدار يعني بالجرام. الوجبة دي عايزة كم جرام. الوجبة دي عايزة كم جرام بتحط بالجرام. فبالتالي انت بتشتري بالجملة لكن بتبيع بالجرامات او بتحط الوجبات وبتجهزها بالجرامات. فبتكون وبتحطها بوكس نظيف وبتبعت الوجبة دهية لي الناس اللي حيطبخوها هما في البيت عندهم. انت مش هتطبخ. انت مش هتقف في المطبخ. انت ملكش اي دعو باي حاجة او ليك يدعو باي حاجة. غير ترتيب الوجبات دي للناس اللي هما هيقفوا في المطبخ ويعملوها اريدي. آآ الميزة في التنوع. مهم جدا زي ما انا قلت حاولوا تمسك وراء وقلم كده وتكتبوا الحاجات الافقال اللي انا قلتها في موضوع التنوع في الوجبات. آآ تاني نقطة الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش تقليدية ايه بعد عن التقليدي آآ اعمل وجبات اللي هي الغريبة الوجبات اللي هي الهندية الوجبات اللي هي اليونانية الوجبات الايطالية كل ما انت دخلت على الحاجات الغير تقليدية كل ما كسبت اكتر واكتر آآ كمان آآ خلي دايما حاجتك فريش الحاجة الفريش انت ممكن ان انت تاخد بالصبح وتبعت الوجبات تقول لهم على الساعة اربعة وتنزل تجيب حاجتك فريش فكل ما كانت حاجتك فريش. كل مكان احسن بكتير. وخصوصا ان انت ممكن تجيب كل الحاجات فريش كل يوم. لان مش مطلوب منك ان انت تتعم. كل المطلوب منك ان انت تجيب الحاجة فريش وتحطها في البوكسات. ويكون عندك الميزان بالجرامات وتبعث الوجبات على البيوت. اتمنى اكون الفكرة عجبتكم. والاي سؤال تحت امركم في اي سؤال انا تحت امركم اه وحكتب الويب سايت اللي انا حطاها في في الفيديو اللي انتو شايفينه هنا. في تحت في لنك الفيديو عشان تدخل اكتر وتستوابوا اكتر الموضوع. بس اه كان دي فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. اه سبسكرايب و لايك وكممنت وفعل الجرس. وتحت امركم في اي سؤال. سلام عليكم ورحمة الله.